في حقيقة أنا عايز أحيي لعابة نادي الأهلي مش بس على الفوز والانتصار وعلى الأداء وعلى الخمس أهداف وعلى كل الكلام من ده لا أنا عايز أحييهم على الأخلاق لأن دي حاجة مهمة جدا 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 عايزين نشوف فرحة لعابة نادي الأهلي بعد انتهاء المباراة الفرحة فين؟ مع جمهور النادي الأهلي بس تمام عملوا ايه؟ يحتفلوا مع جمهورهم رأسوا مع جمهورهم زي ما انتم شايفين كده بيحتفلوا مباراة بتاعة أفشا لعيد كبير قوي 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 ربنا يحميك يا ابني والله تمام؟ بص مع الجمهور بتاع بتاعنا دي بيحتفلوا مع جمهورهم لا شفناش بقى واحد رح رايح لجمهور الزمالك يستفزوا ولا يعمل حركات غير أخلاقية ولا يعمل الكلام من ده خالص ما شفناش واحد دخل قط اللبس ما فيش اي ما فيش اي واحد في قط تعالى نسمع طابق دي الأول نسمع كده ازاي بيحتفلوا لعاب النادي الأهلي وأخلاق لعاب النادي الأهلي احلي 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 هيا دي الاحتفالات اللي تليق بالنادي الاهلي تليق بقيم النادي الاهلي وأخلاق لعاب النادي الاهلي هي دي القيم يا جماعة اللي احنا بنقول عليه اهلي 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 لا جبت بقى سيرت الزمالك طبعا ولا شتمت حد من الزمالك ولا روحت الجمهوري الزمالك هو ده الفارق ودي حاجة لازم نبروزها طبيعي جدا لأن هي دي قيم النادي الأهلي اللي ممكن البعض مش فاهمها قوي فإحنا بنوريها لحضراتكم بنبينها لحضراتكم بنظهرها لحضراتكم فبرضو تحية كبيرة جدا للعاب النادي الأهلي على أخلاقهم في عزم هما كذبين خمسة لكن مخرجوش أبدا عن شعورهم خالص بيحترموا نادي الزمالك وبيحترموا جمهور نادي الزمالك لأنه طبعا جمهور كبير جدا ونادي كبير جدا وكيان كبير جدا ما حدش يقدر يختلف على كده أبدا أبدا أبدا